لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكن مشية الله كلام في خصة مين سلامة ابن دينار رضي الله عنه وكنا توقفنا فين وقفنا الغد فين جمع بسرعة جمع بسرعة جمع بسرعة رح للسلطان وبعدين هو أسا كان مع السلطان كان مع الوالي أيوان كنا خلصنا إحنا بنكره الموت إيه نكره الموت إيه فوقفنا عن الجزئية ديه اللي هي قلنا فيها اللي قال له يا أبا حازم إن في النفس شوقا يعني النفس مشتاقة لنها تتكلم شوية وإنها يعني تخرج ما في نفسها وعند السأل السؤال ما لنا نكره الموت فقال له لأننا عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا فنكره إننا هنخرج من العمار لفين للخراب وهنا كنا وقفنا بعض وقفات سريع هنقول سريعا سريعا كلا وقت بعض النقلات اللي كنا وقفنا عندها زي مثلا إيه كلام بشر الحافي رضي الله عنه لما كان يحب أن يدخل مقبرة كان بيقول إن الموتى داخل السور أكثر منهم خارج السور يعني الموتى داخل السور أكثر منه من خارج السور تفضل ناس أحياء بس أمر يعني الناس البر أكثر الناس البر يعني في قوة دي دي مقبرة ولها سور بس الناس اللي ميتين اللي جوه فعلا الجثامين دي اللي جوه هي الأكثر ولا البر أكتر البر أكتر بس البر أدول بقا ميتين ولا لأحياء هم مشين على الأرض لكن في الحقيقة أنهم ميتين ميتين ليه؟ لأنه ممكن تكون قلوبهم مش عمره بذكر الله تبارك وتعالى إنهم قلوبهم مش حية مع الله سبحانه وتعالى لا هم مش عايشين للآخرة هم عايشين في كوكب تاني وملكوت آخر وكان يقول إن في هذه الدار نملة فاكرين النملة إن في هذه الدار نملة تجمع الحبة في الصيف لتأكله في الشتاء فبينما هي ذات يوم أخذت في فمها حبة إذ جاءها عصفور فأخذها وأخذ الحبة فلا ما جمعت أكلت ولا ما أملت نالت هنا بيدرب مثال على إن الإنسان أحيانا بينشغل بجمع حطام الدنيا وبعد كده في الآخر بيأمل بقى أن أنا هجمع فلوس وهعمل وخلي واسوي عمل أمل كبير قوي قوي وفجأة الموت يأتي وهو بيجمع الفلوس وبيجمع الدنيا وهو عايش الدنيا ويأتي الموت فجأة فياخدوا وياخدوا كل حاجة كل حاجة تنتهي فلا الفلوس اللي جماعها هنتفع بيها أخذ بالك ولا الحاجة اللي تدخرها يعني ولا اللي هو عاش بيها وتلذف بما جمعه من مال عشان يقولك أن النبلة ديت بتعمل إيه بتجمع الحب في الصيف عشان تأكلوا في الشتاء طب هي أكلت أكلت لا دي بتتدخر عما تحوش 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 طب هي كان نفسها إيه نفسها إن لم يجي الشتاء تأكل براحتها طب يا ترى لحية الشتاء لا جاء العصفور كانها هي والحبة اللي ببقها فلا الفلوس ولا الأمحة اللي جامعته كانته ولا أنها عاشت عيشة هنية يبقى الإنسان المفترض بقى يبقى أمله طويل أكتر من أجله ولا يبقى أمله محدود شوية ويسعى أنه يعمل في الدنيا للآخرة يبقى كل خطوة بيخطوها في الدنيا ولكن نظره دايما في الآخرة تبتعمل كده ليه عشان يناني الدرجات العولى في الآخرة بيعمل كده ليه ابتغاء مرضوات الله سبحانه وتعالى يبقى خطوات اللي بيخطوها دي بتأثر في رصيده يوم القيم ذكرنا برضو أن كان الجنيد رحمه الله قبل موته كان يدرس قبل موته أعبي يدرس ومهنه مش قادر يسجد ولا يركع ولا يمي الحاجة من دي فكانه ميجي موضع سجود فكانه يقوله زي وسادة مخدة فحطها كده ويسجد عليها عشان مش قادر يسجد على الأرض تبقى له طم تسريح بقى شوية كفاة تدريس كده أنت تعبت بقى لك زمان قوي قوي بالدرس فقال لهم أن ده طريق مشيت بيه ووصلت بيه إلى ربنا أقطعه في الآخر يعني أنت وصلت بركعتين قيام الليل إلى الله تقطعهم وصلت بصيام اثنين وخميس إلى الله تقطعه وصلت بطاعة معينة إلى الله بقيت أنت محببة لديك كنت بتعملها وربنا فتح عليك بيها فتح عليك بيها يعني أنت بتعملها غيرك معملهاش ربنا فتح عليك بيها أنت وصلت بيها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى تقطعها المفترض أنك أنت ما تقطعش هذا الطريق الذي بدأته وكان يقول أيضا ما أحد ينزل الموت حق منزلته إلا عدى غدا ليس من أجله يعني لو واحد فعلا بينزل الموت ده منزلته ومكانته الحقيقية هل هيعتبر بكرة ده من بيت عمره آه إيه أنا سمعتها ده ألقى ماشي هي دائما كتري مع الجو المهم اللي فعلا فاهم حقيقة الموت يدرك أن بكرة ده مش بتاعه بل بيت النهاردة مش بتاعه بيت النهاردة نفسه مش بتاعه ما بانك ببكرة علشان كده كان بيقول آه كم من مستقبل يوما لا يستكمله وراجن غدا لا يبلغه في واحد بيستقبل النهار طالع في أول النهار ممكن يموت العصر صح طالع عن الشغل عربية خبطته جيت له ساكتة ألبية وقع كده من غير أي سبب مش ممكن طالع الصبح على كده على فيد الكريم ناوي شوق طريقه في سبيل الله مات كمل يومه ما كملش اليوم عشان كده بيقول لك كم من مستقبلين يوما لا يستكمله وراجن غدا لا يبلغه في الثاني بكرة هتعمل إمتى هتخلص الكتاب ده إمتى بكرة هتصلي إمتى بكرة هتلتزم إمتى بكرة هتنظم حياتك إمتى بكرة كل حاجة بكرة 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 طب يا ترى انت ضامن بكرة ماتين مشكلة إنك انت ما انتش ضامن بكرة وراجن غدا لا يبلغه كلنا بنقول الله مبلغنا رمضان صح؟ ولا حد نسل نسل يقول طب ما دخلنا في شعبان بنقوله بقى اللهم مبلغنا إيه يا جماعة اللهم مبلغنا إيه اللهم مبلغنا رمضان طيب مين هيبلغ رمضان الله أعلم الله أعلم مش كده وكم من راجن غدا أرجو غدا لا يبلغه ممكن يموت قبل ما يدركوش في شين نهاردة ناس بتموت وبكرة وبعده وبعده وقبل رؤية رمضان بيوم والليلة مش ناس هتموت ففعلا في ناس بتبقى ترجو انها تبقى بكرة عايشة وانها تصوم وتصلي لكن لا تفعل يقول لو تنظرون الى الاجل ومسيره لأبغدتم الامل وغروره يعني لو شفتم الاجل وازاي ان الاجل بيمر بسرعة مش ممكن كان هيجي لغرور بطول الحياة اللي انت عايش فيها وبعد كده قال كان بعض الصالحين بيكتب لبعض واحد يقول لك اكتب لرسالة اذكرني فيك اكتب لرسالة اكتب لكلمة حلوة كده هم كانوا يكتب لبعض يوم بقى كلمات حلوة برضو بس ما كانش بيقولوا ايه احبك واي لا فيو كلام من ده وحظ السعيد كان بيكتبوا كلام فعلا يذكر بالاخرة فكان بيقولوا ايه من عمل لاخرته كفاه الله عز وجل دنيا من عمل لاخرته كفاه الله عز وجل دنيا يعني اللي هيركز وهو بيعمل بيعمل لاخرة ماذا ترجو ارجو مرضات الله ارجو ثواب الله ربنا بيكفي هم الدنيا مش محدة كده جماعة ان هو هيقعد في الجامع بقى ومالوش دعو بالدنيا خالص لا همرس حياته ويرح في الجامع وهيروح يدرس ويروح كليته ويروح مدرسته ويروح شغله ويعمل كل حاجة لكن هو بيتحرك يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى ولا عايز هم الدنيا عايز يجمع الدنيا لو بيبتغي ان هو يجمع الدنيا مهما تعب هيأتي منها رزق غير ربنا قدره له لا ابقى انت بقى ابزل على قد جهدك ما تمودش نفسك وتضيع طاعتك وعبادتك وفي الاخر انت مش رح يجي لك غير ربنا كاتبه لك مش بنقول الناس تنام لا الناس تبزل مجهودة والناس تعمل لكن لازم حظ الاخرة يكون موجودة عندنا وحظ وافر قال ايضا ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس يعني انت لو صلحت العلاقة اللي بينك وبين ربنا ربنا سبحانه وتعالى سيجعل العلاقة بينك وبين الناس علاقة صحيحة سوية احنا نجي نقف معنافسينا كهنا احنا علاقاتنا وعا ربنا علاقة يعني احنا رادين عنها ولا احنا حاسين بالتقصير الفجر اخبار ايه معانا طب الاصلنة والنقف الاخبارها ايه طب قيام طب صيام طب اذكار طب ذكر الله طب الصلاة على النبيه طب ورد القرآن احنا رادين عن اداءنا وعن عبادتنا مع ربنا سبحانه وتعالى ولا احنا مقصرين احنا مقصرين طب يبقى الوضع كبير ربنا ربنا هيصلح ما بينك وبين خلقي قال أيضا ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته من أصلح سريرته أصلح الله على نيته يعني اللي يصلح قلبه ربنا بيصلح ظاهرك يعني أنت الظاهر قدام الناس هل ممكن يتزين ممكن جميل اه لو أنت حسنت باطنك لو أنت حسنت الباطن ربنا سبحانه وتعالى يحسن لك ظاهرك بعد كده هو طبعا الرئيس سمعك 200 دون منه فقال الخليفة صدقت بعد ما قاله فعمرنا دنيانا وخربنا أخرانا فنكره الخروج من العمران إلى الخراب فقال الخليفة صدقت يعني صح ثم أردف قائلا يا أبا حازم هيسأل سؤال تاني يا أبا حازم ليت شعري ما لنا عند الله غدا يا أبا حازم ليت شعري ما لنا عند الله غدا يا أبا حازم ليت شعري يعني ليت شعري يا أبا حازم ليت شعري ما لنا عند الله غدا ليت شعري حد يقف يقول لي يعني ليت شاعري ناس العربية يبقى أقول نصوص و اللي استلعين من الامتحانات و مش أعلم حد في سماية عامة وراء أقول ليتني أعلم ليتني أعلم وراء خالص ليتني أشعر ليتني أعلم ليتني أعلم طب ليت دي ليت اسمه الحرف ليت ليتني أعلم اسمه الحرف اسمه الحرف حرف حرف عادي ولا من أخوات مين إن ولا كان إن من أخوات إن ليت من أخوات إن ليت من أخوات إن وكأن الأمر ليت علمي حاضرا ولكن حزي في الخبر لو حاضرا فأصبحت ليتني أعلم تبقى لي ليت علمي حاضرا المفترض تبقى الجملة كده ولكن حزي في حاضر اللي هو يعتبر الخبر بتاعه فأصبح دي الجملة إيه ليت شعري يعني ليتني أعلم ليتني أعلم طب حد يعرف أخوات كان حاجة كانت فضل أخوات كان لمسا وباتا وما زالا وما فتأ وما برحا وما ماشي طب أخوات إينا بقى دول سهري تفضل إن أعلم كأن لكن ليس لعل لكن ليتا لعل ليتا والأخير إيه لعل طب تستخدم فيه لعلة دي تفضل للتماني للتماني أما ليتا تستخدم لإيه وما لكن الصنا فيه لأ جماعة لكن هذا العربي آه لا 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 بدني أخار ليتا ليتا ديه لإيه ليتا ليتا مني طيب وما اللي احنا هنا في لاجي كانت إيه لعل لإيه للترجي إنك أنت بترجو ترجو ذلك طيب إيه تاني آه كأن للتشبيه لكن للاستدراك لكن مش كده آه كان الطعام جميلة لكن ناهو كان مالحا لكن دي الاستدراك إنه كان مالح شوية صحيح كده أعلموا من أستاذ ده إيهماد ده لغة عربية الضيف السجل اسمه هناك فقال ليت شعري ما لنا عند الله غدا ليت شعري بقولوا ليتني أعلم لما الخليفة يقول ليتني أعلم تستشعر إيه من اللفظه إيه الفايدة بتخرج بها لما الخليفة يقول ليتني أعلم فضل سؤال معقد سؤال معقد سؤال معقد ماشي ليتني أعلم ما لنا عند الله غدا سؤال معقد تمام ماشي تدول على إيه تاني تفضل عالم التكبر وإن الخليفة ممكن ما يعرفش بعض المسائل صح؟ يعني بقى إسكانت الخليفة طب إحنا بقى لازم نكون عالفو كل حاجة ولا ممكن بعض المسائل نجال ممكن بعض المسائل هل الإنسان عموما بقى سيك من الخليفة؟ هل الإنسان عموما لازم يكون عالف كل حاجة؟ ولا في بعض حاجات ما عرفهوش؟ كتير ممكن ما عرفهوش فهل بقى عيب يقول ما عرفش؟ عيب يقول لأعلم مكسوف قول ليتني أعلم عديها مش كده؟ لو أنت مكسوف قول ليتني أعلم إبقى أنت بتتمنى أن تعلم هذا العيب قال ليتني أعلم ما لنا عند الله غدا حد يعرف الإجابة؟ قال ليتني أعلم بقول لي يا ليت العلم بهذه المسألة حاضرا عندي أنا معرفش إلا يا حسن بكرة ليتني أعلم ما لنا عند الله غدا ما لنا عند الله غدا فقال له اعرض عملك على كتاب الله عز وجل تجد ذلك قال له ما عارض ستعرف أنت لك بكرة؟ خلاص اعرض عملك على كتاب الله طبعا كتاب الله كان آية 6336 الخليفة بقى أني وآية اللي هيعرض فيها عمله تم متخيل بقول له اعرض عملك فطبعا عادي جدا أن الخليفة بقاش عارف هنجد أني وآية في المصحف كله صح أو ليه؟ فقال له وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ عايز من الآخر ألاقي الحل فين؟ وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ فقال تجده في قوله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم هنا بقى هنوقف بقى إن الأبرار إيه؟ لفي نعيم وإن الفجارة لفي جحيم يعني بداية الأبرار إن الأبرار لفي نعيم الأبرار دي جامعة أو مفرد؟ جامعة مفردها؟ بار 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 بر بر بار بار ما تحضرنا يا شكامات؟ الجلسة اللي بتاعتك بار ولا بر ولا بر مفرد أبرار بار بر بر الثلاثة الثلاثة ها؟ بر 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 ماشي؟ يبقى هي مفردها؟ بر ها؟ محدش قالها تخريبا لا محدش قالها دي لسه فهي الأبرار جامعة بر طب يعني بر ما هو البر؟ البر 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 كثير الخير البر البر مش البر البر كثير الخير وهنا هنستشف ذلك من قوله تبارك وتعالى إن كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم البر الرحيم يعني كثير الخير الذي يرحمنا وكأن الآية معناها إننا إننا يندعو الله تبارك وتعالى ونتقرب إليه بسائل القربات قربات فمن علينا ربنا سبحانه وتعالى برحمته إيانا عمل معنا ربنا سبحانه وتعالى رضى عنا رضى عنا إن كنا قبل ندعو إنه هو البر الرحيم فرضى عنا وأدخلنا الجنة يعني أعطانا من علينا برضاه سبحانه وتعالى والجنة ووقانا من سخطه والنار وكان دايما إنسان دايما يدعو كده يعني اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من صختك والنار تسأل ربك الجنة وتستعيز بالله من صخت الله عز وجل ومن النار فالبر كثير البر وبالنسبة للناس البر وهو كثير الطاعات كثير الإحسان في عبادته لله تبارك وتعالى الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات كم حاجة حكتين الأبرار هم الذين من الله عليهم من الله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم هب من عنده من عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات فعل الخيرات فعل الخيرات وترك تخيل كده إنك أنت ربنا هداك ومن عليك تفعل الخيرات وتترك المنكرات أنت فين كده أنت فين كده في النار أو في الجنة إن شاء الله في الجنة بإذن الله جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات خب بالك الإنسان اللي واضب على فعل الخيرات وترك المنكرات له عطية عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى إيه بقى العطية العظيمة الجديد دي أتى رجل كبير في السن طاعن في السن إلى النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على عصايا رجل جاي مسه سند على عصايا تعبان قوي ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة فبيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رجل عمل السيئات كلها فلم يترك منها شيء رجل عمل كل حاجة غلط كل حاجة حرام فلم يترك منها شيء فلم يترك حاجة ولا داجة يعني الحجاج هم رحين بيت الله الحرام يقطع لهم الطريق وياخد فلوسهم وهم رجعين جايبين الهدايا يقطع طريق وياخد الهدايا الرجل دم قطع السمكة وإيه وديلها مش سعب حاجة غلط لما عملها كل حاجة حرام عملها قال هل له من توبة الرجل اللي خرب الدنيا ده هل له من توبة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأسلمت؟ أنت مسلم؟ وطبعا وكأن هذا السلوك لا ينبغي أن يكون من مسلم فبقولوا أنت مسلم قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم له تفعل الخيرات وتترك المنكرات كم كينما برضو؟ المتين قاله تفعل الخيرات وتترك المنكرات قال أفعل الخيرات وأترك المنكرات أم قال هلو التاني تفعل الخيرات وتترك المنكرات قاله أفعل الخيرات وأترك المنكرات قال هلو التالت تفعل الخيرات وتترك المنكرات قاله أفعل الخيرات وأترك المنكرات النتيجة قال يجعلهن الله لك كلهن حسنات الله أكبر أنت متخيلين الكلام ده أنت متخيلين صعبا صعبا سهلا الرسول عليه السلام قال له تلات مرات يعني أنت راجل وهتعملها قال له تعمل الخيرات وتترك المنكرات تقدر تبطل السيئات وتحط مكانها حسنات تبطل السيئات وتحط مكانها حسنات تشيل السيئات وتحط حسنات تقدر تعمل دي مرة أو على طول تقدر تعمل دي تعمل الخيرات وتترك السيئات قال أعمل الخيرات وأترك السيئات طيب لو هو فعلا عمل قال يجعلهن الله لك كلهن حسنات يعني لو واحد مثلا عمل ستين سيئة واربعين حسنا وبعدين سلك المسلك ده حط القانون ده حط القاعدة دي حط البرنامج ده فضل يعمل حسنات يوشتب على السيئات وحط مكانها حسنات يعني ايه يبطل زمب ويحط مكانه طاعة يبطل زمب ويحط مكانه طاعة الله سبحانه وتعالى يخليله الستين واربعين دول كله يخليهن له مية حسنات بعدما كان اربعين حسنات وستين سيئات خلاه كله حاول السيئات ايه لحسنات قال يجعلهن الله لك كلهن حسنات الراجل مش مصدق زيكو كده فأما قال للرسول عليه الصلاة والسلام وغدراتي وفجراتي يعني كل الحاجات الفجور والإجرام والحاجات الصعب قوي اللي أنا عملتها ربنا اغفرها لي قال وغدراتك وفجراتك فالرجل مش مصدق قال له وغدراتي وفجراتي يعني كل كبائر وكل زنوب وكل معاصي قال له وغدراتك وفجراتك فالرجل مش مصدق تاني قال له وغدراتي قال له وغدراتك وفجراتك فالراجل طبعا النتيجة دي مبهرة بالنسبة له مش مبهرة فولى وهو يكبر الله أكبر الله أكبر هو فوزل مش فوزل ده فوز عظيم جدا بس خب بالك من المعادلة تعمل الحسنات وتترك السيئات أربع كلمة تعرف تنفذهم حياتك تتغير سيستم حياتك كله يتغير بل حياتك كمال الأخروية تتغير بعد ما كانت فيها سيئات وحسنات لا ده بقيت مش ربنا غفر لك السيئات ربنا بدل السيئات حسنات بدل السيئات حسنات فأمر مهم جدا ان احنا نحاول جاهدين جدا هنركز على فعل الخيرات وترك ايه خلي شعارك فعل الخيرات وترك المنكرات فعل الخيرات عايزين تعمل دنيا عايزين أفعل الخيرات وأترك المنكرات طب بقوم واعع بقوم واعع مش مهم ونكمل افعل الخيرات وترك المنكرات لغاية ما انت هتتعود على فعل الخيرات وترك المنكرات إذن لما توصل للدرجة دية وخلاص بقى برنامج حياة يجعلهن الله لك كلهن حسنات الأبرار هم القائمون بحقوق الله تبارك وتعالى الأبرار هم القائمون بحقوق العباد يعني بتؤدي حق الله تبارك وتعالى كما أمرك بتؤدي حق الناس كما أمرك سبحانه وتعالى وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. أنت بتعمل كده ولا بتشتب ده وتضرب ده وتتريع على ده وتغتب ده وتجيب سريد ده أنت بتعمل إيه لأ زبط نفسك. لازم تزبط نفسك فالأبرار القائمون بحقوق العباد. الأبرار هم الملازمون للبر في أعمال القلوب والجوارح يعني إيه؟ يعني الخير حاضر. فعمل قلبك وعمل جوارحك يعني إيه؟ يعني حضرتك قلبك ده في ضغينة لحد في خبث في مكر في دهاء في غش في رياء في نفاق المفترض للقلب النقي الصافي قلب البر لا يكون فيه شيء من هذا قلب نقي قلب طهر. قلب كده دي أعمال إيه؟ أعمال القلوب في الشرك فيش ضغينة فيش أحقاد وأعمال الجوارح نبص بقى كده أنت أعمال جوارحك هل هي فعلا تأتي البر؟ يعني حضرتك بتصلي على إيديك ورجلك ديت ولا أنت بتعمل بها حرام؟ بتمشي برجلك على حرام؟ ولا واقف تصلي؟ أما والذي حملني في اعتماد الليل إلى المساجد؟ إنه لا يعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط مش داك نكلم عروه ابن الزبين؟ لما أطعوا رجله؟ رجل عمره ما مشت في حرام جوارحك ماذا فعلت؟ كل جارحة من جسمك بقى كل جارحة من جسمك عينك بصت على كم منظر حرام ودنك سمعت كم أغنية وكم موسيقى وكم مهرجونات لسانك قال كم كلمة وكم شتمة وكم ترياء وكم هزار وكم غيبة وكم نميمة بص ايدك ضربت لطشت سرقت عملت فعلت فاحشة فعلت منكر أعضاء جسمك كلها بعورتك فعلت حرام كل دا سيسأل الأعمال كلما كان الإنسان بر كانت هذه الأعمال كلها خالصة لله تبارك وتعالى إن الأبرارة لا في نعيم يعني لا في نعيم أيها أنت نشت رحيمة للتحانات يا جماعة لا في توكيد يعني توكيد لا في نعيم يعني هم في نعيم عن ابن عمر رضي الله عنه إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء ولك ليه ربنا سبحانه سماهم الأبرار يقول ابن عمر لأنهم بروا الآباء والأبناء بروا الآباء والأبناء إيه دا؟ بروا الآباء ماجي وإيبقى بروا الأبناء دي؟ ايه هنعدوها؟ أقول لك بروا الآباء والأبناء فضل؟ أيوان يعني هنا بقى مش بس حضرتك تعامل والديك برفق ولطف ورحمة فقط هم برضو مطلوب منهم إنهم يعملوك بطريقة جيدة صح؟ إنهم يعروا احتياجاتك الضرورية ويحاولوا تلبية هذه الاحتياجات بقدر ما يستطيعون من البر اختيار الأم الصالحة من البر تسميتك باسم كويس ما يجيش مثلا يسميك إيه؟ يسميك شوال يسميك خيشة على فكرة في ناس اسمها كلا لقد دلوقتي بس همو كانوا من زمان يقول لك إيه روح للعام شوال يشتري منه شوال إيه يا جامل مين هيجيب مين بالظبط؟ إيه الدنيا ماشي إزاي؟ والتالي اسمه خيشة والتالي اسمه خنفسة والتالي اسمه هجرس إيه يا جامل والتاسمه بورس إيه يا جماعة احنا عرف عالم الحيوان ولا إيه؟ وإيه كان بص؟ كانوا من زمان يسموا جحشة مش كمشي احنا عندنا عبد الله بن جحشة اسمه جحشة وعبد الله بن حمار فيه حمار يعني جحش وحمار وفيه آسد برضو كل حاجة على فكرة كان لها أسباب يعني هم كانوا ايه بيسموا أسباب دي يعني واحد يقول لك إيه عيلة دي جابت مين؟ اه جابوا عائله وسموه جحش فمحدش يبصلوا عشان جحش بقى جابوا عائله وسموه حمار حمار؟ حمار؟ محدش يبصلوا لقة لو سموه مثلا انس من البر أنه هو يسموه اسماء لطفل انه هو يسمح لك انك تتعلم على علوم الدينية علوم الشرعية يحفظك من كتاب الله τι يوأحسن رعايتك مش يحصل رعايتك رعايتك يعني يأكلك وشربك ولبسك وديك الدرس ووديك للدكتور ووووو لكن تربيتك انه يغلس عندك القيم يفهمك الدين يعلمك القرآن يقربك من ربنا سبحانه وتعالى دوت ايه دوت من البر فبر الأباء معروف بس بر الأبناء ممكن يكون ايه مش معروف أبا بقى اطلقوا رح بقى تقول لأبوك يا باب بريني يا باب بريني يا طالب بري انا ارفع دعوة ضدك هذا الحديث موقف على ابن عمر يعني دوت مش موصول للرسول عليه الصلاة والسلام ده موقف على ابن عمر وكأنه اثر كأنه اثر عشان الشيخ الألباني ضعف ان يكون موصول الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو موقف على ابن عمر رضي الله عنه ان الابرار لا فيه نعيم ايه نعيم نعيم القلب نعيم الروح نعيم البدن وايه تاني فيه كمان عندنا نعيم الدنيا ونعيم البرزخ ونعيم دار القرار يبقى كم حاجة خمسة خمسة ولا ستة ستة اول حاجة نعيم القلب ان الابرار لا فيه نعيم نعيم القلب ازاي نعيم القلب سلامة النفس السلام النفسي ايه السلام النفسي ده مش فيه واحد بقول لك انا فيه حرب جواي صح مفيش حد حرب جواه مش عارف يوصل لحاجة مش عارف يطمئن بحاجة مش عارف ياخد قرار انا فيه حرب جواي مش عارف الحق من الباطل فيه حرب جواه لكن السلام النفسي يبقى فيه حرب ولا فيه سلام فيه سلام فالابرار لهم نعيم ان الابرار لا فيه نعيم نعيم القلب السلام النفسي الطمأنينة انك تبقى مطمئن مطمئن يكون عندك الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يعني الانسان اللي قلبه مطمئن بما عند الله سبحانه وتعالى ده يبقى متوتر يعني حضرتك مثلا مثلا خبالك ذكرت وعملت اللي عليك وبذلت قصر جهدك ودخلت حاليت في الامتحان قلبك قلبك مطمئن ولا غير مطمئن خلاص بقى انت بذلت اللي عليك اصلا انت ذكرت صح غير بقى واحد ما ذكرش قاعد عن موبايل ده موضوع تاني لا ده ذكر صح وبذل مجهوده ودخل الامتحان وحل خلاص وقلبه مطمئن ساكن نجح نص نجح لم ينجح هو قلبه مستقر ليه ضابيره مستريح ليه يقولك انا بيني وبينك ما ذكرتش كما ينبغي كم في المية من عندنا بيطلع من الامتحان وضابيره مستريح بالنتيجة يعني ممكن اهلك يكون منتظرين نتيجة عملاقة وانت جبت نتيجة تعبانة بس انت مبسوط قوي ومستريح قوي وحاسن تقول لأمك وابوك انا بص يا حاجة ضابيري مستريح تقول لك ليها ضميرك مستريح ليها حم تقول لها على قد جهدي بص على قد جهدي واحنا بقى ربنا ادينا على قد مجهودنا هنضيع هنضيع احنا ربنا بكرمنا بركة دوع الوالدين اخي باك انت بركة ركعتين لكن انت وجهودك الله المستعان الله المستعان صح؟ الله المستعان يا مجهودك حتى انت بتيجي تقول لواحد ربنا يديك على قد مجهودك وكلك بلاش الله كريمك دي شوف يا دعوة تانية هو عارف المجهوده ليس كما ينبغي وان كان ايا كان الشأن بقى حضرتك في الاخر طلعت النتيجة انت بينك وبين نفسك حاسنك مظلوم مهضوم وعاستعمل اعادة تصحيح ولا انت راضي بالنتيجة والبير اللي بالبير على الغطاء وخلصناه هنعرفين اللي فيها راضي صح؟ الطمأنينة دي نتيجة ايه؟ انت عارف ان انت عملته فاصحاب القلوب البارة التي تعمل الخيرات عارف انه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فيبتخوا بالاسباب وماشي في الحياة جت لها نجاح مصيبة كسر اتعور اي حاجة عارف ان الحاجة اللي حصلت دي خير ولا شر خير لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم اي ان كان اي ان كان وعاستعمل لك بس اعتعورت لعله خير مش يمكن انت التعورة دي اعادتك ولو نزلت كانت تكتك تخك موتك عادي ممكن ما التكالك دي مجنونة ممكن تقق يخبطك انت روحت فيها وهو هي اقول لك انا معلش عندي عندي فين في المستشفى الناريمان ما خلاص عندي فين ما عادتك فيها عندي دي هيدفع تمام الاشتراح على المصامير ما فهاش فانت اصبك مصيبة ترضى وفقت ترضى لازم الانسان يكون عنده رضا وقناعة داخلية مهم جدا جدا ان الانسان يكون عنده قناعة بما اعطاه الله سبحانه وتعالى ورضا يعني انت اه ممكن تبص ايه انا زميلي لابس ايه وانت مالك بزميلك هذه خالص انت لبس اللي عندك ورضا به وهو البس اللي عنده ورضا به ممكن على فكرة اللبس اللي مش عاجبك اللي انت لابسه ده ممكن يكون هو بيبصله وولي ريت عندي زيه انا لابسي في تشيرت زي اللي هو لابسه ده يبدأ ده هو ده ارفان يلبس لتشيرت ده بس انت نفسك تلبس لتشيرت ده هنا بقى يحصل التوافق انك بدل يا عم خد اللي انا ارفان منه ودين اللي انت ارفان منه انا خدت اللي بحبه وانت خدت اللي بتحبه مش كده وعملنا الجو اللي فيه الرضا انا عايز اقول لا انت بداية ما يبقاش عندك سخط انا ليه معنديش انا ليه الكوتشي بتاعي مزاي الكوتشي بتاع فلاني انت مالك انت انت هتتوزن بالكوتشي هو انت فرعوني هتتفنوك بالجزمة بتاعتك ولا بهدومك لا يا باشا هيقلعوك وهتلبس حتة كفا هيلفوك بيه بس اه لا فنلة ولا بوكسر ولا ينسى كده كده وشاشة ولا بقى افتح تتلف بيها ثلاث لفات وشكرا بعد كده خلاص لا معاك هدومك ولا تشرتك ولا الدنيا ساعة الدنيا برد غطوك ببطنية برضو هيشلوها بتنزل القبر الوحد صح وليه فخلاص بقى الدنيا مش مش محتاجة الجهد الرهيب اللي احنا بنبزله علشان هده فالرضا مهم جدا لما ترضى بما يقسم الله لك ايه اللبس ده عجبك الاكل ده عجبك البيت ده عجبك العربية جه عجبك العجلة جه عجبك الركوبة جه الحمار ده عجبك ما انت ممكن تكون في الريف وتركب حمار ما فيش مشكلة الحمار ده عجبك بس ممكن واحد يبص للحمار غيره صح ويحصل الحمير والحمير تموت على فكرة بيحصل في الريف كده والبقرة ما تولدش وتولد قيصاري تبقى آزمة المهم ايه الرضا فالنعيم إن الأبرار لا في النعيم نعيم القلب النعيم الحق نعيم القلب لا طرف العيش قاعدة النعيم الحق هو نعيم القلب لا طرف العيش تخيل كده واحد عنده أصر وهدوم وعربيات وخدم وعنده اضطراب نفسي عنده يسواس قهري عنده أي مرض عنده زهايمر إيه اشتساوي الدنيا دي جنبي عنده يقدر إيه ما حاجة ولا حاجة ولا حاجة خالص عشان كده بقولك إن النعيم الحق هو نعيم إيه نعيم القلب مش نعيم الطرف مش طرف الدنيا إن قلبك فعلا يكون متنعم إنه متنعم إزاي إنه بيرضى بيرضى بما قسمه الله وأعطاه الله تبارك وتعالى قال تعالى هو الذي أنزل السكينة فيه قلوب المؤمنين فيه واحد قلبه مضطرب واحد قلبه ساكن هاجي من الذي أنزل السكينة؟ الله فيه قلوب مين؟ الناس كلها؟ المؤمنين هو الذي أنزل السكينة فيه قلوب المؤمنين إذن السكينة دي إنك تحس بهدوء نفس وطمأنينة وبالليل تقوم جاية توضى وتدخل تنام على طول من غير أرق من غير متبدا تتقلب ساعتين على السرير من غير ما تاخد برشام ونوم عشان ينايمك هي السكينة دي شوية تخيل كلا واحد ما بيننامش غير ما ياخد قرسين تلاتة أربعة برشام عشان ينام ده حالته عادية؟ لا هل ده أشعر بالأمن والطمأنينة؟ لا طبعا فيه واحد لو تناكش باب جنبه كده يقوم من زعور ليه؟ بيفكر فيه مت حاجة وقلبه مضطرب وفيه واحد بينامزل قتيل حط راسه صحيح الفاجر إن شاء الله ولما بيصلي قيام يصحب بقيام بساعة ده أخبرك إيه اللي خلى ده تنامي سريح مكبر دماغه والتاني متوتر لو قدت نكشت في الباب يقوم مزعور قلب ده غير مطمئن قال تبارك وتعالى سيدنا ابراهيم بيقول ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم يعني قلب سليم صالح لا في غش لا في نفاق لا في رياء لا في عمل لغير الله ولكن القلب السليم سليم من الشرك والشك القلب السليم سلم من محبة الشر والمعاصي والبدع والذنوب القلب السليم سلم من حب الشهوات حب المعاصي من التعلق بها قلب سليم ما بقاش بيحب الزنوب ممكن يعمل الزنوب ويعفيها لكن بيعمل الزنوب ويحبها ولا هو مكروم ومتضرر وعايز بطلها اللي بيحبها قلبه ليس سليما واحد عاز يفضل ماشي مع البنات واحد عاز يفضل يعمل عدد سهيئة واحد عاز يفضل يشوفهم مشاهدة الإباحية هذا قلبه ليس سليم لكن اللي بيجاهد نفسه عشان ما يقعش عشان ما يشوفش عشان ما يعملش وبيقوم ويقع 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 هذا قلبه في طريقه إلى أن يكون قلبا سليما بإذن الله تبارك وتعالى واضحة القلب السليم بعد كدهوت نعيم الروح أنت يا حضرك لما تموت وأنا لما موت كلنا ما هلموت أرواحنا دي هتنعم وتعذب ولا هي خلاص هي تنعم هي تعذب نعيم الروح فمن عمل صالحا روحه دي هتتنعم ولا هتتعذب هتتنعم طب والمخطئ والمصيء والعاصي هتتعذب ولا يعضب الله نعيم البدن نعيم البدن وأنه نعيم القلب نعيم الروح نعيم البدن أنت متخيل إذا كتسبح الصبح تدخل الحمام أقول لك حاجة ما حس بيها خالص أنك تقعد تقضي حاجتك عاجي يعني بول براز عاجي بدون أي ما تفكر في حاجة أصلا تدخل كده تقعد كده قد نشغل الشطافة قمت أنت متخيل الناس اللي عندها بواسير بتعمل إيه و هي دخل الحمام واحد عنده مثلا شرخ في مجرى البراز بيعمل إيه هو دخل الحمام كرسة كرسة بص ألم غير عاجي الناس اللي عندها بتقلم ألم رهيب عشان بس يقضي حاجته واحد ممكن يكون عنده احتباس في البول يفضل بطنه عتنفجر عشان بطلعه عشواط مية بس ومش عارب يطلعه عشواط مية دول اللي أنت بتعمله متنائم أصلا لا هو مش قادر هو مش قادر ممكن ركبوله قسطرة يعني دخلوا خرطوم فيه كده عشان يسحبوا الماء اللي جو يتمدخلين واحد يبقى بهذه الطريقة وإنت بتدخل الحمام الصبح عادي عادي تخلي إيرك مكسورة وإنت قضيت حكتك وعايز إيه حد ينقى تستنجى مين يا ترى هاي خليك تستنجى مين يدخل انا أنت عايز تستحمى وإصلا أنت ريحتك تلعت عايز تستحمى وإنت إيرك مجبسة ورب من ركب شرايح ومين هيحميك ايه ده صبحك ده مكسور ونفسك تاكل أي حاجة وتمسك المعلقة امسكها يا صاحب ورينة امسكها زي اه ادلهم عليها يا مسك ايه تعالى ألبس بقى تعالى صبح واحد ايه ده ده معنى كده جماعة ان احنا طب لو دهرك ده وقف كده لا بيتناش انت متخيل دهرك وقف كده يعني عايز أي حاجة لازم تنيام كده تنيام على وشك على الأرض كده لا ده حاجة صعبة اذا كونك انك انت بتصبح الصبح معافة في بدنك لا 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 ده حاجة عظيمة حاجة عظيمة ده نعمة نعمة مش النبي عليه الصلاة يقول نعمتان مغبون فيه ما كثير من الناس ايه ايه الصحة والفراخ يعني الناس مش قادرة تدعون حقهم عندك صحة ما شاء الله تبارك الله عينك بتبص بيها ودك بتسمع بيها تخيل واحد ما بيسمعش وشافنا عملينا نضحكه يعني هو ما بيسمعش واحنا دين نضحك انت حط نفسك شعوره ايه رأيك ايه رأيك في الشعور ده كنا ايه دين نضحك ومش عاف ايه ودعم لي خبط ودعم ليا تنطط وهو مسكين مسامي حاجة خالص حمسوقين بالنسبة النسي بتضحك علي حمولكم الله النسبة يتضحك علي حاجة صعبة صح كده مرة كنت تقعد مع أخي من إخواننا لكنه ضرير فتقطع الكهرباء تقطع الكهرباء طبعا البيت النور تقطع شعب ايه النور كان بتقطع ساعتها ساعتين فقام قال ايه قال عيشوا ساعتين معانا يا جماعة فهمتوا لسه قال عيشوا ساعتين معانا يا جماعة يعني احنا عمرنا كله عايشين وضلمة عيشوا ساعتين معانا اللي راجل قالها كده بتبص بتلقائية ما كانش هو اكسر يعكر علينا ولا يعاكن علينا القعدة ولا حاجة قال عيشوا ساعتين معانا بس انت متخيل النعمة اللي احنا فيها جماعة لأ نعمة كبيرة جدا عشان كده بقولك ان ده نعيم البدن ما تقولش نعيم ايه لأ ده نعيم شوف كل نعمة انت فيها نعيم ولا مش نعيم شوف غيرك محروم منها ازاي فقدها ازاي بيتمنها ازاي وانت بتتمرغ في النعمة وياريتك بتدي حقها او بتشكر ربنا سبحانه وتعالى حق شكر هذه النعمة نعيم الدنيا نعيم البرزخنا نعيم دار القرار بerna حقا او البرزخنا نعيم الروح نعيم بدأ النعيم الثاني نعيم الدنيا نعيم البرزخ نعيم دار القرار نعيم الدنيا انت ياما بتفرح مسرور بتضحك بتروح بتيجي بتاكل عندك رضا وده نعيم في الدنيا انت في عافية من البلاء في عافية من الذنوب في عافية من اشياء كثيرة ربنا معافيك اليس هذا نعيم في الدنيا ان غيرك يبقى مبتلى مش قادر يطلع الدور ده عشان هو قعيد لازم حد يزوقه على الكرسي هيطلع زي وإحنا في الدور الأول عافية جماعة تمتخيلين حجم العافية اللي إحنا فيها إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى غيرك وعافاك لا ده نعيم نعيم في الدنيا إنت عايشوا في الدنيا نعيم البرزخ عارفين البرزخ ده فين؟ في القبر نعيم في البرزخ طبعا أوعى تتخيل إنه بينزله الميت كده وقفلوا عليه وخلاص وهو بقى هينام زي ما كان نام على السرير لا الدنيا صعبة جدا ربنا سبحانه وتعالى يهونها ويسرها علينا كلنا لكن الوضع صعب جدا حضرك أنت بص كده أو أنت وقفت على شفير القبر بص لك قبر من جوة ظلمة أصلا هو قبر ظلمة كان كانوا مرة مش عارف في المقابر بالليل وكده فبقولوا عايزين حاجة بس ولعوا بيها فرغبت على المقابر قال هنا مفيش أسلاك كهربة هنا مفيش أسلاك كهربة يعني محتاجين في حاجة؟ هل محتاجين نور الكبور من جوة؟ هل نورها بكشفات؟ لا قال لك المقابر مش متوصلها كهربة أصلا مش محتاجينها أمال الكبور بتنور إزاي؟ ولا هي بتنور شيء؟ بيتنور بالأعمال عشان كده أنت تتخيل أن حضرتك وإنت بينزولون الكبرة أو بينزولون الكبرة أو أي حد بينزل القبر كان القبر ظلمة وإنت بينزل خلاص الإنسان بعدين نحط عليه البلاطة اللي هيقفله القبر شوية شوية النور يتلاشى شوية شوية النور يتلاشى الغتما النور ينتهي تماما بقى جوة القبر إيه؟ ظلام تام ظلام تام وخلاص يرموا عليه التراب حد هايبات جنبه كلنا اللي مات له قريبه اللي مات له حبيبه اللي مات له عزيز عليه قوي 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 قعدت دي على القبر وفي الآخر روحت وتغديت لأ نفسك كانت مزدودة شوية وتعشيت ما كانتش اليوم ده طب تاني يوم كانت بعد 4-3 أيام زلت يشغل لك بعد 5-6 أيام الموضوع بدأ يتلاشى شيئا فشي بعد شهر نسيت طول الله يرحمه انت بعد شهر ده شهر كويس نسيت طول الله يرحمه يعني صاحبنا اتماسح مش بس وزين من جروب على الفيس أو على الواطس لأ شو ما انت لو واحد عمل لك ازالة من على الواطس من جروب نفسيتك بتتحطم ازاي لا ده ازالة من الدنيا ازالة دخل في عالم تاني عالم برزخ محتاج في حاجة واحدة ايه هي بقى الاعمال الاعمال على قدر عملك قبرك ينور على قدر عملك قبرك التاسعة على قدر عملك اما يأتيك من ريح الجنة اول عدو الله من لهي بها القبر اما يكون روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار فأي القبرين قبرك يبقى لازم تحدد عملك عشان كده قال له اعرض عملك على كتاب الله قال له اين اجد هذا قال ان الابرار لفي نعيم نعيم في قبرهم اه لان في واحد بعد ما احنا بنغطيه نمشي هو عايز يقول يمشي بسرعة يمشي لانه شامم ريح الجنة وشايف قدامه نعيم تاني حياة تانية يا جماعة خالص غير حالة فيها دي احنا اه ممكن تفتح تلك الجسدية اسمان ممدود لكن هذا ما نراه نحن واحد بقى يفزلك فيه اقول لك احط الكاميرا هل يتحارع هحط فيديو مش هي مهما شوف التكنولوجيا واسه انتظر فين حد قدر يصور اللي بيحصل جوه قبر اطلاق حتى يومنا هذا والناس كل يوم بتتدفن ومحدش قدر يعرف ماذا يحدث في القبر مع تطور الاجهزة الى انها لا تنقل شيئا خالص اذا هي حياة تانية خالص حياة برزخية هنا بقى احنا محتاجين لنور القبر نور القبر دوت اللي هي نوره عملك طعتك جهدك قربك اعمالك الصالحة مش اي اعمال اذا نعيم الدنيا نعيم البرزخ ونعيم البرزخ دوت مؤشر من مؤشرات نعيم الدار الاخرة او جحيمها يعني لو كان القبر حفرة ولا عدو بالله من حفر النار متوقع ان المصير يكون في الجنة لا طبعا طب لو كان روضة من رياض الجنة ان شاء الله المصير يكون الى الجنة فهو مؤشر من المؤشرات اذا نعيم دار القرار نعيم الاخرة بقى نعيم الاخرة خلاص بقى لما حدك ان تدخل الجنة كلنا ان شاء الله نخل الجنة ونتقابلوا بقى ناكعة الجنة ولكن انت ابن مش كنت تحضر الدرس انت كنت شيك متأخر وانت جاي بادري تكن تقعد قدام تقعد ورق على فكرة عن نشوف بعضنا وعن نتحاور ونتشاور بس ما عارفش بقى ممكن نطلع الفوائد وانا مش نطلع الفوائد بس هنتحاور ونتشاور ونشوف بعضنا وهنعود ونتكلم ونشوف وعرفك وتعرفني وعرفك ما تقلقش كل دا وتكون واضح جدا جدا من اعظم نعيم او من النعيم العظيم جدا لأهل الجنة حينما تدخل الملائكة عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب ماذا يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار احسن مكان احسن حاجة تنالها بعد صبرك الطويل انك تدخل الجنة صح فنعم عقب الدار انك تكون بعد صبرك عن المعاصي يكون في الجنة بعد صبرك على الاقدار المؤلمة تكون في الجنة بعد صبرك على طاعة الله عز وجل تكون في الجنة فنعم عقب الدار من اللي بيستقبلك الملائكة من باب واحد من كل باب الملائكة انت متخيل حضرتك انت لو رايح ضيف عند حد بيفتح باب واحد لا الملائكة تدخل عليك من كل الابواب ويقولون مبشرين لك سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار ان الابرار لفي نعيم من النعم العظيمة حديث يروي ابو هريرة رضي الله عنه ينادي منادي ينادي منادي ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا أبدا يعني في الجنة تصحوا فلا تسقموا يعني يعني تفضل في فعفية ما تمردش أبدا تصحوا فلا تمردوا ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا أبدا في الجنة حياء أبدية ما فيش موت ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا أبدا يعني تبقوا شباب مش تبقى عجوز يعني أنت في الجنة تبقى شاب و تفضل شاب على طول يعني هتقولك طبعا مش هكبر في الجنة مش هعجز في الجنة مش هتلعلي بقى شعر عبيض في الجنة شاب على طول تفضل شاب لشاب عشان فيه قوة فيه حيوية فيه نشاط فيه رغبات كثيرة تفضل تكن من هنا وتشتب من هنا وتتفرج على هنا فيه حاجات كسيرة أوي تعملها إن لكم أن تنعموا فلا تبتأسوا أبدا تتنعم تشعر بالنعيم بالراحة بالفرح تحسنش أبدا لا تبتأس أبدا فذلك قول الله عز وجل ونوده أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون تعملون عشان كده قال له يعرض عملك على كتاب الله شوف أنت هتبقى من وارثي الجنة ولا لا قال ونوده أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون عرض عملك على كتاب الله وإن الفجار لفي جحيم ده الصنف الثاني لفي جحيم يعني لفي جحيم داخلين داخلين لفي جحيم والجحيم شديد النار مش النار العادية شدة النار يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يعني ما فيش واحد هيقدر يهرب ما فيش واحد هيقدر يستخبه يقول لك ده الخال كتير مين هيشوفني مش استخبه بتلقش أنت لن تختفي ما حد قال إن الفجار لفي جحيم الفجار قيل الكفار قيل الظالمين قيل المقصرين في حق الله تبارك وتعالى قيل الذين فجرت كلوبهم ففجرت أعملهم يعني كلوبهم انحرفت عن ذكر الله وعن طاعة الله تبارك وتعالى فبالتالي أعملهم بازت أعملهم خربت قال إن الفجار لفي جحيم الفجار العصار المزنبين المقصرين جحيم نفسي جحيم نفسي عمرك ما سمعت عن واحد يقول لك أنا حاسس أنا في جحيم سمعناش الكلمة دي من الناس فيش هاد بقول أنا في جحيم هو ليه حاسس أنه في جحيم هو جحيم دي جاي منين نفسه قلقة نفسه متوترة نفسه غير مستقرة نفسه غير راضية غير آمنة عشان كلا بقول لك جحيم جحيم عذاب أليم في الدنيا في البرزخ في دار القرار في الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن لو شمعناش تنضنك ونحشره يوم القيامة أعمى وفي البرزخ إما حفرة إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله دار القرار إما جنة وإما نار ما فيهاش كلام يبقى ديك نتأول معادلة قال له إيه اعرض نفسك على كتاب الله قال وأين أجده ذلك قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يعني حضرتك حط نفسك في واحدة من الاتنين حضرتك من الأبرار ولا من الفجار من الأبرار أنت في نعيم من الفجار ولا أعوذ بالله هو فيه جحيم خلاص واضح المعادلة ولا فيها صعوبة واضح في معادلة أسهل بقى وأوضح كمان قال تبارك وتعالى دي زي دي سا وجي فأما من طاغ وآثر الحياة الدنيا الناتج فإن الجحيم هي المأوى المعادلة التانية وأما من خاف مقام ربه زائد ونهى النفس عن الهوى يساوي فإن الجنة هي المأوى معادلة واضحة واضحة جدا فاشأي مشكلة فأما من طاغ وآثر الحياة الدنيا طاغ تجاوز الحد طاغ عصى وتمرد طاغ كفر وظلم طاغ جاوز حده وفعل المعاصي ولم يجتنب ما ينهى الله عز وجل عنه وأما من طاغ وآثر الحياة الدنيا فضل الدنيا على الآخرة عشل الدنيا وما عملش حاجة للآخرة كانت الدنيا بالنسبة له هي الأولى وهي النهاية عاش للدنيا ولم يعيش لآخرة سعيه أصبح للدنيا وقته أصبح مستغرقا في شهواتها وفي حاجاتها ونسى الآخرة وترك العمل الصالح فلا صلاة ولا صيام ولا قيام ولا أذكار فإن الجحيمة هي المروه واضحة المعادلة فأما من طاغ وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الموت مصيره إلى الجحيم والعاذ بالله مصيره إلى ومستقره في نال جهنم لمن كانت تلك حالته الشيق الآخر وأما من خاف مقام ربي ولها النفس عن الهواء فإن الجنة هي المأوى واحد خاف مقام ربه عرف قيمة ربه سبحانه وتعالى عرف قيمة وخطورة الوقوف بين يديه تبارك وتعالى يوم القيامة أنت عارف يعني أنك توقف بين إذ ربنا يوم القيامة تسأل أنت متخير يعني هتوقف تسأل أمام ربك تبارك وتعالى ده حاجة عظيمة جدا فالذي يقدر هذا الموقف تفتكر هيعمل زنوب يقبل بها ربنا ولا هيعمل طعاط يقبل بها ربنا هيعمل طعاط يقبل بها ربنا عشان كده قال وأما من خاف مقام ربه جاهد نفسه عن الهواء جاهد هواه فلم يتبع هواه بل جعل هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل حبه للحاجة اللي ربنا بيحبها وللنبي بيحبها صلى الله عليه وسلم كرهو الحاجة اللي ربنا عزيزي بيكرهها والنبي صلى الله عليه وسلم بيكرهها هنا وجه كل حياته للدنيا وللآخرة وهو عايش بياكل وبيدرس وبيتجوز وبيشتغل وبيخلف وكل حاجة ولكن حياته بيبقى حاضر في ذهنه أنها لله تبارك وتعالى كان يهتم بفعل الواجبات وترك المنكرات بفعل الخيرات وترك المنكرات لما عمل كرهوت فإن الجنة هي المأوى نهى النفس عن الهوى زجرها عن فعل المعاصي مش كلما نفسك تشتهي شيء تعمله واحد أزيع المعصية يسفل عليها يدخل عليها يعملها جاهد نفسك قاوم الفتن قاوم الشهوات فالذي يقاوم ويجاهد فإن الجنة هي المأوى أما من يتبع نفسه هواها ويسلك الطريق خلفها فإن الجحيم والعذب الله هي المأوى قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي طبعا الخليفة هنا طبعا قعد بيسمها قال وأين رحمة ربي يعني اللي احنا ندى هنتعزب عمود عن كده هنتبهدل فأين رحمة ربي قال أبو حازم إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمة ربنا قريبة ولكن من مين من العصاء من الفجار من الظالمين من المشركين من الكفار ولا من المحسنين من المحسنين فإن أحسنت فإن رحمة ربك عز وجل تشملك حتى وإن كنت مسيء لكن بتحاول تحسن إنسان مخطئ لكن بيحاول صحة خطأ طول ما أنت بتحاول وبتجاهد نفسك على الوصول إلى الدرجة الأفضل لا شك أن ذلك سيكون لك خير بدأ الخليفة يسأل سؤال تاني قال ليت شعري كيف القدوم على الله عز وجل غدا كيف سنقدم كيف سنقدم على الله سبحانه وتعالى غدا طبعا دي عايزة محاضرة ايه عايزة محاضرة الوحدة كيف سنقدم على الله غدا السؤال بتاع النهاردة ده كان ايه كان ليت شعري ما لنا عند الله لنا ايه عند ربنا هناخده ايه السؤال ده كيف سنقدم على الله هنقدم عليه ازاي هندخل على ربنا ازاي ربنا هيئة بنا ازاي كيف وهذا ما نعلمه بمشية الله في الأسبوع القادم سبحانك اللهم وحمدك الشراء الله إله إلا أنت أستغفرك واتوبوا ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين